صرح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء طارق الرفاعي بأنه تم تعامل مع استغاثة أم على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيها حجز ابنها المريض بمعهد الأورام أضف الرفاعي أن المنظومة تتابع حالة الطفل مع مسؤولي المعهد أولا بأول لتقديم كل الخدمات الطبية المطلوبة وذلك بعد رصد مقطع مصور متداول بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعدد من المواقع الأخرى تضمن استغاثة سيدة قادمة من محافظة السويس يعاني ابنها البالغ من العمر عاما واحدا من ورم